كتابة عن قضايا المجتمع لأنه رسالة سامية هو لغة راقية جدا أنك أنت توصل أفكارك إبداعاتك همومك قضيتك للعالم عن طريق الكتابة والقلم لأنه هو اللي بيكون خالد في القلوب والعقول هو اللي بيكون تأثيره على مدى أطول وهو اللي بعمر من خلاله الكاتب وكتبه كتابة كتير برزوا في القضية الفلسطينية ممكن تذكر أغلبهم أو يمكن اسم واحد منهم اللي هو غسان كنفاني قداش كتابات وروايات وكلها هلأ عم نقرأها نقرأ من خلالها بين الأسطور القضية الفلسطينية ملامح الأسرة الفلسطينية شوارع حيفا ويافا وكل شارع فلسطيني كل منزل فلسطيني نحب نقرأ هذه الشغلات الموجودة أديش الفنان بتعب وأديش الكاتب بتعب وأديش كل شخص عنده موهب بتعب ليوصل موهبه بالإضافة لعدد كبير من الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين اللي يمكن نرحلوا عنها أو موجودين لسه معنا فأحنا أكيد نحب أن نذكر ببصمتهم ونصلط الدوء عليهم أكثر ونستضيف نموذج منهم من الداخل المحتل وهو الأديب والفنان المسرحي والمخرج والممثل ومدير مؤسسة الأفق للثقافة والفنون الفنان عفيف شلوة أهلا وسهلا فيك سعيد صباحك سعيد جدا أكون معك بهذا الصباح الجميل وإن شاء الله نقدر نقدم شيء للمشاهدين اللي يشاهدون هذا الصباح وأحنا أسعد أكيد سعيدين بوجودك معنا وما شاء الله أنت معك هيك نموذج من أعمالك الكتابية أربعة كتب بعنوين مختلفة لكن خلينا نحكي على البداية كفنان عفيف هو فنان شامل متكامل أدب مسرح فنون تمثيل إخراج كتابة إبداعية البداية معك من وين كانت؟ كانت بشيل صغير جدا بالمدرسة الابتدائية من صف خامس بدأت أتعرف على أنكشف على عالم المسرح وحبيت هذا المجال بالإضافة إلى حسيت بالبيت كنت أمارس الهواي عن طريق الدمى والأمور اللي أنا كنت أستخدمها ومع الوقت أيضا دخلت في جيل صغير جدا إلى عالم المسرح يعني مثلت أول مسرحي وأنا لازال في صف ثامن ابتدائي قدمت عرض مسرحي متكامل مع ممثلين مهنيين في مدينة شفا عمر ومن هناك انطلقنا وحتى وأنا بالمدرسة الثانوية كنت طالب نجحنا بتأسيس مسرح في شفا عمر مسرح هو ولكن كان يقدم أعمال في كافة المناطق الفلسطينية في البلاد يعني حاسا عم تحكي كمان عن أشياء قديمة فحاب أعرف المسرح من زمان لو تعمل لي بس هيك خلينا نحكي مفارقة بين المسرح قديما والمسرح حاليا وقديش المسرح كان بيوصل رسالة قوية جدا يعني بالصدفة قبل أكم يوم شاركت في مهرجان المسرح الفلسطيني الدولي في رامالله وتحدث عن تأثير مسرح بروتول بريخت الألماني على المسرح الفلسطيني وبروتول بريخت معروف كإنسان آمن أن المسرح له دوره في تغيير المجتمع وبالطبيعي أن المسرح لعب دور هام في تثقيف الجمهور على قضايا ومحاولة إحداث تغيير في المجتمع الفلسطيني يعني بالنهاية المسرح هو أبو الفنون بدون شك يعني أي فن اليوم إذا أنت بتذكره لأي نوع فن إلا ما يكون موجود في المسرح من موسيقى من رسم من أي أنواع أخرى الرقص إلى آخره هو يستطيع أن يستوعب كل الفنون من خلال المسرح أكيد وصعوبتها يمكن بتوقع عليه أنه بده أشهر من التدريب لحتى تطلع على المنصة وتحكي الكلمات اللي عندك اللي أنت بتكون دارسها وحافظها وتأديها بدون ولا غلطة إذا كمان غلطة تعرف كمان كيف تغيير الموضوع بدون شك يعني دائما إحنا بنحكي أنه هذه الساعة اللي بتحضر المسرحية إحنا بنقضي فترة طويلة من التدريبات والعمل الدقوب من أجل أن نخرج العمل على أتم وجه للجمهور وطبعا هذا بده جهد خاص وحرافية وبده نص قوي جدا فهنا يمكن بتوقع دورك بالفن التأليف والكتابة كمان المسرح طبيعي نص مهم جدا وأنا كتبت عدة مسرحيات اللي حصلت على جوائز عالمية منها مسرحية بعنوان بموت إذا بموت حظيت على جائزة من صندوق أرديتي السويسري وترجمت إلى عدة لغات من ضمنها الفرنسية والإنجليزية وهاي المسرحية أيضا في العام 2000 شاركت في ورشة مسرحية في المسرح الملكي البريطاني في لندن وعرضت مقاطع منها في إطار هذه الورشة وهذا مسرح من أهم المسارح في بريطانيا ريال كورت تياتر أستاذ عفيف بتشعر أن الفنان الفلسطيني صعب عليه أن يفصل ما بين قضيته ورسالته الوطنية وما بين مهمته كفنان وما بين أي دور فنان في العالم على طول بيحاول يدخل قضيته الأساسية من خلال فنان يعني بالمناسبة بالورشة المسرحية اللي كانت في لندن إحنا لتقينا مع 24 كاتب مسرحي من 24 دولة وواحد من القضايا اللي كانوا يحزدوني عليها كفلسطيني إنه أنا عندي مشاكل أقدر أكتب عنها في دول اللي فيش عندهم مشاكل يحقوا عنها في الدول الإسكندينفية على سبيل المثال فأقلت لهم تعالوا نتبادل يعني ما في عندي مشكلة يعني ما في عندي مشكلة أعطيكم هموم يخدوها أعطونا حريتنا ما أخدوهم هذا عم زي المبدأ بالإعلام بقول بادة نيوز إز كودة نيوز أعطونا في أخبار سيئة هي مادة دسم للكتاب يعني يعني إحنا عنا دائما مواضيع نكتب عنها وقضايا اللي بتحركنا وطبيعي المصدر الكاتب هو جزء هام المجتمع الحياة اللي منحوله اللي يكتب عن واقعه عن ما يؤرقه ويؤلمه ويؤلم أبناء شعبه إشي طبيعي يعني هذا نقاش عليه وإحنا عم نشوف جنبكة طبعا أربع كتب هاي جزء من الكتب هاي جزء كمان مجموعة كبيرة 16 كتاب كلها مع نفس الموضوع لا طبعا أنا بكتب في مجال المسرح القصة القصيرة وأيضا دراسات من ضمن الدراسات اللي أنا بعتز فيها في هون كتاب اللي صار صادر أكتب من طبعه عملية توثيق للمسرح الفلسطيني في منطقة الجليل أخدت منطقة معينة وهذا الكتاب صدر المرة الأولى في العام 2000 عن مؤسسة الأفق بالتعاون مع مسرح الميدان وبعدها قبل سنة صدر طبعا جديدي منقحة ومزيدي عن وزارة الثقافي الفلسطينية وأيضا صدر أيضا بطبعا باللغة العبرية مترجم وأنا بشوف مهم جدا ننترجم للآخر عن ثقافتنا وعن قضايانا توثيق للرواية حتى يتعرف على ما نكون بس مطلقيين كمان نرسل بالضبط يعني أنا أؤمن أنه في مهمية خاصة لترجمة المسرحيات وأنا عندي مسرحيات ترجمة إلى لغات أخرى بشوف هذه رسالة هامة الوصل رسالتنا للشعوب الأخرى نحكي لهم عن قضايانا نعم أنت حياتك الفن والكتابة اليوم مع العصر الحديث وتطور التكنولوجي الأجيال الناشئة عم تبتعد عن الكتابة والقراءة يعني بتشعر بهاي الفجوة الكبيرة ما بين الأجيال وإحنا لازم نرجع نعزز طاقة القراءة والكتابة وحبهم عند الأطفال خاصة إنه فرصة يعني نغرس جواتهم أثناء التربية بدي أجيب بشقين الشكل الأول بالنسبة للمسرح أنا غير قلق على المسرح إطلاقا لأنه عبر التاريخ كل التطورات اللي حصلت في المسرح في ميزة خاصة اللي مش موجودة ولا بأي مجال آخر إن كان بالسينما أو بالتلفزيون أو بكل التطورات اللي عم بتسير لأنه المسرح هو لقاء مباشر بين الممثل والجمهور وهاي الجو الحميمي لا تجديه في السينما أو التلفزيون إنما فقط في المسرح وحتى في كل العالم قديش التطورات السينما والتطورات التلفزيون لا يزال المسرح له مكانته لأنه فيه شيء خاص لا يمكن أن تجده في مكان آخر له مكانته بس يمكن تراجعت حاليا المكان يمكن لقصور الاهتمام بفن المسرح أو يمكن لقلة وجود مسارح بفلسطين عم بحكي على صعيد يمكن نضفها الغربية في عدد قليل منها هذا مربوط أيضاً ولكن بالجليل حب أتعرف على وجود المسارح بالشمال كيف موجودة كيف قوتها كيف الإقبال عليها كيف الكتاب كمان عم بيهتموا بهذا المسرح يعني لأنه فيه مثلاً عم نحكي عن استقبلنا قبل هيك إذا بتتذكر نغم أشخاص بيعملوا بالمسرح ولكن بيدفعوا من جابتهم بس مشان هذا الفن يضلوا موجود أما بعرف كيف عندكم كمان الوضع بيكون يعني في البدايات فعلاً هذا كان الوضع وكنا لأننا مؤمنين برسالة المسرح كنا نبادل وندفع من جيوبنا الخاصة ولكن أنا بقولك اليوم إحنا مثلاً أنا كمسرح أعتاش من هذا العمل ونعتمد بالأساس على الدخل الذاتي من خلال العروض الموجهة لطلاب المدارس الأطفال بشكل خاص وطلاب المدارس الثانوية والجامعات لأن هذه المجموعة نستطيع أن نصلهم عن طريق عروض متواصلة ليس عن طريق بيع التذاكر ولكن بالنسبة لبيع التذاكر هناك فعلاً في صعوبة معينة في أصول الجمهور إلى هذه العروض ولكن أيضاً عندما نعمل ونصوق للعمل يأتي الجمهور ولكن يحتاج إلى جهد أكبر هذا مربوط بثقافتنا وقضية اهتمامنا نحن كشعب بالمسرح هو مش موجود عندنا باهتماماتنا لدى غالبية القطاعات يعني في ناس عملنا أبحاث يعني في ناس بحياته ما شافه مسرحية كل حياته ما شافش مسرحية مضبط وين شاف بكشوف عدد قليل طب يعني اللي ما شافوا قدمهم إحنا نروح لهم يعني قد بتتعاونوا مع المؤسسات أو نعمل يكون لكم شركات مع الناس اللي راح توصلكم لهذا الجمهور يعني نفرد عليهم هذه القطاعات إحنا منشتغل على هذا الأمر من خلال نقابات مثلا نقابات معلمين نقابات عمال موظفين إلى آخره إحنا دائما نحاول إيجاد الحلول لهذه الإشكالية وأيضا في مراكز جمهورية ومؤسسات تنظم عرض وتشتري عرض يعني هي بتدعي الناس دعوات أحيانا يعني تمول العرض ففي موجودة هاي الأمور ولكن يعني بحاجة إلى اهتمام أكثر وأيضا إحنا منقوم بالمدارس بحملات توعية عن طريق لقاءات مع بين فنانين وطلاب بين أدباء وطلاب وهي عم تحدث تغيير واهتمام فعلا يعني وتجربتك في التمثيل والإخراج شو بتحكي عنها؟ أنا مثلت كثيرا ولا أزال أمثل وأقدم على المسرح من ضمن المسرحيات اللي قدمت وعتز فيها مسرحية رأس المملوك جابر للكاتب صعد الله والنوس هاي المسرحية هي بتكون في مقهى في مقهى وبنستقبل الناس في داخل مقهى والجمهور بيكونوا جعا فيه أنه أنا ممثل أنا بستقبلهم وببيعهم قهوة وشاي وأمور أخرى وحتى يبين أنه حقيقي كنت أخذ منهم أجرة القهوة والشاي حتى الخدعة المسرحية تمر عليهم وخلال الأحداث أنا بحاول أتدخل في المسرحية يعني فيه مسرحية داخل مصرحية بيجو فتح المثلين ودين يعرضوا المسرحية فبحاول أتدخل أحيانا كان الجمهور يقول لي معلش أنت عم بتدايق خلينا نسمع يعني كان فيه إشي جميل والمفاجأة بنهاية المسرحية لما بدعوني على المسرح أنا وبيعنوا أن أنا منطاق الممثلين فكثير من الجمهور بيتفاجأوا وصارت كثير قصصة بهذه المسرحية بالذات طرف حلوة ممكن نسردها إذا في نجال يعني فيه أنا حاب أعرف كمان أكثر عن هاي الأشياء اللي بمر فيها يعني الخلف الكواليس إحنا دائما منشوف على المسرح الممثلين هما بيشتغلوا وبعملوا بيسووا يعني ومنشوف كمان أعمال هاي ولكن قدامنا فيه أكيد أشياء بتصير يعني خلف الكواليس فيه مرات بتصير طرف أنا بقولك فيه مرات طرف بتصير مثل شو إشي مرات فيه هيك كان مويز مرة كنا نعرض مسرحية في إحدى القاعات فبعات لنا منظم القاعة شخص بينا عليه شوي بسيط يعني يوزع لنا عصير فإجا من وراء الكواليس عزمني يجيت أنا بدي أعمل هيك مألب بالممثلين قلت له فيه تنين جوا على المسرح روح قدمه مش حلو يعني فراح الزلم يوقف إسه فيه واحد ظهره للشخص والتاني شايفه عم بيضحك ودك بقوله ليه عم تضحك وكذا فما بيديره فقاموا يضحكوا على المسرح فقطة المسرح هاي واحد من المقارب اللي عملتها أنا مع بس مع الممارسة بصير فيه قدرة عند الفنان إنه يرتجل ويتجاوز طبيعي لا إحنا بنرتجل يعني مرات يعني مش غلط المثل هو إنسان يضحك ويطلع من نتذكرينك المسرحية الزعيم المصرية عاد الإمام لما كيف وقتها كان يضحك الممثلين وكان يمشي يطلع عن النص بطريقة غريبة كان فكانت سفيه مسرحية رأس المملوك جابر أنا كنت أبيع قهوة للناس إسه فيه واحد عرفني أنه أنا ممثل فطلب طلبية كبيرة وما قبلش يدفع قلت له ما فيش مشكلة طلعت على المسرح في نص المسرحية يا جماعة شايفين هذا الشخص مش قابلي يدفع شو طلبه اللي دخيلك تعال خلت كل مصري بس مطلق ضخنيس يعني بهاي الحنكة بهاي خفة الدم كل الأمور بتمرق الرسالة يمكن بتكون بمصداقيتها بتوصل عن طريق اللعفوية يعني هذا اللي دائما بحب أأكد عليه فيه ارتجال مرات فيه ارتجاب المسرحة يعني أحيانا نرتجل دخليك تكون قريب من الناس أكثر نعم فيه عنا عرض ارتجالي فيه عنا عرض اللي إحنا منقول شو نص نرتجل مع الجمهور منحط حالة ومنصير إحنا نجيب حالات وكتير احتي لي عن هذا يمكن هذا قليلة نسمع عن هذا الارتجال على المسرحة نحن نعرف فيه ارتجال ولكن ضمن نص معين ضمن خطة معين ضمن موضوع معين ولكن ارتجال واناك تجيب حالات هذا يمكن غريب نوعا ما أو مش كتير يمكن مش هو متبع بكتير بلاد بس عنا يمكن مش معروف كتير انه مثلا فيه ألعاب مصرحية انا بطلع ببدأ احكي بلغة معينة لغة العربية بس يزقف اي شخص بطلع من الجمهور بزقف انا بنتقل للغة تاني بزقف برجع للغة يعني حتى لو انا بكون احكي بنص الكلمة بنتقل للغة سهي بدها سرعة بديها بدها تركيز ولكن كتير بتعمل لدى الجمهور يعني عنصر المفاجأة أو الدهشة كيف القدرة على هاي الأمور وكتير تمارين من هاي النوع بنعمل انتقال بالحالي لحالي عن طريق كمان تصفيق كتير أشياء بتحريرك للصحيفة أو خلينا نقول انه عملك كمحرر بصحيفة داي هذا الاشي بخليك تغاوز لزاوية الفن والمسرح سؤال جميل عن زاد انا رئيس تحرير جريدة حيفة تصدر بمدينة حيفة والمنطقة توزف المنطقة وفي تعاون مع الإعلامي عمري حسنين ومن خلال الصحيفة انا بالعكس حطيت موضوع الفن والثقافي في سلم اوضل اولويات الجريدة يعني دائما كنت انتقد زملاء انه يا اخوان ليش الخبر الفني دايما بتحطوه بصفحة داخلية يعني ليه بتحطوه مرات صفحة اولى انا نجحت انه احيان حط الخبر الفني اذا بستاهل بالصفحة الاولى حتى انثير اهتمام الجمهور بالفن والثقافي انا ناس اول اشي عنا بتكون عن نجوم المشاهير بعالم الفن على فكرة زهو السياسة على فكرة احنا عنا كمان مشكلة في صناعة النجوم يعني بالعالم العربي مين اللي بيعمل النجم؟ الاعلام برأيك ايش المشاكل؟ احنا ما في عنا صناعة نجم وين المشكلة؟ في الاعلام اول اشي الاعلام وفي كمان مكاتب او رجال اللي وظيفتهم يصنعوا النجم يعني اصدق تقول انه في استخفاف بعالم الفن والمواهب الفنية بفلسطين مش استخفاف؟ بديش اقول استخفاف انما عدم تقدير كافي وانا بعضر شعبنا بهذا الامر ومؤسساتنا اللي في عندها سلم افضليات انا بقول لما الانسان جائع مش قادر يجيب لأمة الخبز لبيته ولولاده ما عنده وقت للفن والثقافي كما بدنا نخذ لهذا الامر بعين الاعتبار في عنا ظروف مرحلية يعني دعمهم هو بيطلب يعني اجانب بادي ولا مقدر اهتمام اكتر اهتمام اعلامي يعني صناعة النجم بدها حمل اعلامي زي اي منتوج اذا فيه منتوج بدك تروجي له بدك حمل اعلامي والفنان بحاجة انه الاعلام يروج له يظل مهتم فيه يبرزوا في احتفالات في عروض فنية ويمكن اخر فترة عم بيكتروا الفنانين بتكتر العروض فيمكن الناس صار في عندها تشتيت نوعا ما ولكن هم بنرجع لدور المسرح كمان دور الكاتب ودور الصحفي كمان في ابراز هاي المواهب انت من خلال عمله ككاتب كمؤلف كصحفي كمخرج كممثل بالمسرح كيف بتحاول تطور بالحركة المسرحية او بالفن الفلسطيني انا بقى من كل انسان من موقعه بقدر يعمل شيء يعني احنا من خلال المسرح حاولت اخدم الحركة المسرحية من خلال المسرح من خلال تقديم اعمال جادة من خلال استيعاب فنانين مؤهلين ودارسين لفن المسرح وان يقدموا اعمالهم للجمهور من خلال الاعلام مثلا من خلال الصحيفة حوالنا نبرز فنانيننا يعني من كل واحد من موقعه بقدر يأثر حتى لو بشيء بسيط اذا انسان في التلفزيون في قناة معينة يعطي يلقى دوء اكثر على الفنانين يعطيهم دور يعني وجب شكر الاعلامي عمري حسنين اللي عم بيتعمل مواهب الفنية بدون شك عمري صديق ليلي انا بعرف انه عم بيلعب دور بارز بهذا المجال وبحاجة انه كمان نعطيه احنا دعم حتى يستمر في هذا الامر ويطوره بحجم اكبر بمسيرتك الفنية خاصة ببداياتها مين كان الدعم للك يعني انا اكثر اشي عكسي بالنسبة للفن كان اشي عكسي يعني انا كنت كان عندي شيء داخلي قوي انه انا بدي التمثيل واول ما انهيت تعليمي في المدرسة الثانوية وروحت على الجامعة انقبلت في الجامعة يعني الاهل والاصدقاء والمعارف كلهم كانوا مش مع الفكرة انه ليش تروح للتمثيل هذا التمثيل ما بتعمل خبز ما بعيشك كان في ضغط كبير عكسي ولكن كان في اندي اصرار داخلي انه انا حابب هاي الميني وبيدي ادرسها وبيدي كيف تجاوستها هل دمجت بين شغلتين ولا كيف تجاوستها بالبداية انا تركت المسرح في جامعة الابيب رح تعلمت موضوع اخر ولكن الان رجعت الى جامعة الابيب انا بعمل دكتوراه في المسرح بعد ما تعلمت مواضيع اخرى لانه خلص هذا هاجسي وانا حاسس انه بقدر اقدم شيء من خلال بعد مشوار كم سنة خلينا نقول هلا فترة طويلة بلاش نحكي حصلت على المدكية من الفن ومن حلمك ولا مرة بقدر واحد دائما في عندي برامج دائما في عندي احلام يعني بالعكس احيانا الواحد بفكر انه هالعمر قديش عصير وقديش بقدر اعمل فيه قديش بقدر اقدم يعني عندي برامج كثيرة وبتأمل انه الزمن يسمح لي اقدمها من حيث العروض من حيث البرامج يعني اليوم مؤسسة الافق اللي انا بديرها وإلها مركز واحد بشفاء عمر واحد بحيفا وكلها بمجهود ذاتي من خلال الدخل الذاتي والعمل المجهود الذاتي نجحنا نقيم مؤسسة كبيرة اليوم قبل شهر اقمنا مدرسة لتعليم فن المسرح للطلاب الصغار في اطار المؤسسة بالاضافة للعروض المسرحية بالاضافة للإصدارات تدوين كمان عفوا تدوين كمان هاي الامور والانجازات كمان واكيد لسه فيه بالعمر بقية ان شاء الله يعني لحتى هذين تم انجاز امور اكثر واكثر يعني احنا سعيدين بوجودك معنا الحديث يطول عن المسرح وعن الفن الفلسطيني وعن كل هاي الامور ولكن الوقت يدهمنا كل الشكر لوجودك معنا اكيد بتوفيق بكل المجالات الفنية اللي انت اخترت تكون حنوان وابوصل الى الآخرين من خلالها تحياتنا ويساعدة نارك على فكرة احنا في مؤسسيتنا في تعاون كبير مع جامعة النجاح ورح نقيم في بداية السن القادمي المؤتمر الاول للمسرح الفلسطيني اللي رح يقام في شفو عمر ويشارك فيه محاضرين من جامعة النجاح واكيد احنا رح نكون على رأس التغطية الاعلامية لهذا الحدث كل توفيق للكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة